اهلا بكم احباء الكرام نكمل في هذه الحلقة موضوع اطوار الجنين في المورود الاسلامي واليهود والمسيح وعند الفلاسفة والاطباء قبل القرن السابع عشر الميلادي مقارنة بما توصل اليه علم الاحياء في عصرنا الحاضر كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن نظرية الجنين القزم في القرآن التي اتى بها الاطباء والفلاسفة قبل الاسلام كبيتاغوريس واريستو وابوكراط واليوم نكمل موضوع تطور الجنين منذ عصر الطبيب الاغريقي كلوديوس غالينيوس القرن الثاني الميلادي عفواً والإنسان يعتقد بوجود أربع مراحل تطور الجنين في بطن أمه فقبل هذه المراحل اعتقد الإنسان أن الحيوان المنوي للرجل يحتوي على إنسان قزم يبدأ نموه مباشرة بعد زرعه في رحم أمه وتسمى هذه النظرية بسبرميزم وهذا ما سنبطناه كذلك من بعض الآيات القرآنية في الحلقة الماضية وقد ناقشت هذا الموضوع مع الدكتورة أو البروفيسورة ماري أوديل ريتوري سنة 2012 ميلادية وهي عضو في الهيئة العلمية الأكاديمية في الطب من معهد جيروم بباريس أما المراحل الأربعة كما ذكرها غالينيوس نجدها في كتاب كوربوس ميديكوريوم غريكوريوم والمرحلة الأولى لتكويل جنين يسميها غالينيوس بالسائل المنوي وكذلك يسميها أريستو إذن المرحلة الأولى هي عبارة عن سائل يعبر عنها في القرآن بالنطفة كما جاء في العديد من الآيات كما قلنا نحل أربعة الكهف سبعة وثلاثين الحج خمسة فاطر حداش ياسين سبعة وسبعين غافر سبعة وستين النجم سبعة واربعين القيام سبعة وثلاثين الإنسان سبعة وثلاثين عبسة تسعطاش فيقال نطفت القربة إذا قطرت وسالت إذن النطفة بمعنى قليل من الماء ولهذا جاء في صورة الفرقان الآية أربعة وخمسين وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا إلى آخره كذلك في صورة السجدة الآية ثمية والمرصلات عشرين وغيرها من الآيات ثم بشكل عام يقول في صورة النور الآية خمسة وربعين والله خلق كل دابة من ماء وهذا الماء يصفه القرآن بالضعف أو الضعيف ماء مهين هذا الماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب كما جاء في صورة الطارق الآية 6 أي من بين الصدر والدهر أما غالينيوس فيقول إن هذا السائل المنوي يخرج من الخسيتين أما قبل غالينيوس فالخسيتين لها دور في إعطاء القلب قوة الدفع عند القدف وليس في التكوين المنوي إذن ماء مهين يحصل على قوة الدفع من الخسيتين فالرجل بعد الجماع يشعر بالضعف يحتاج استراحة للقيام بعملية أخرى ومن هنا نلاحظ وجود فكرة خروج المني من بين الصلب والترائب نابعة من مفهوم قديم يقول بخروج السائل المنوي من عصارة القلب ودور الخسيتين الدعم في إعطاء القلب القوة فقط وليس الإنتاج التي تدعمها فكرة خروج نسل آدم من بين أضلاعه أما المدة الزمنية لهذه المرحلة فعند غالينيوس تقدر بستة أيام أما قبله عند أرستو فهي أطول القرآن لا يذكر مدة مرحلة النطفة لكن هناك أحاديث تقول إن مدتها تقدر بأربعين يوما كما هو سائد عند فقهاء الإسلام بحسب الأحاديث لاحظ غالينيوس أن المولود يشبه أباه أو أمه وبالتالي لا شك أن هذا ناتج عن وجود مني عند المرأة كما هو عند الرجل ولتحديد الشبه افترد أي غالينيوس وجود مني أقوى هو من يحدد هذا الشبه سواء كان للأب أو للأم والعجيب أن بعض الأحاديث جاءت بهذا المفهوم ظهرت أيام طورة الترجمة في العصر العباسي نذكر ترجمة حنين بن إسحاق في القرن التاسع الميلادي لكتب غالينيوس وابنه كذلك إسحاق بن حنين بن إسحاق ولد سنة 830 وتوف في سنة 910 وابن أخته حبيش بن الأعمس وكذلك المترجم عيسى بن يحيا وغيرهم من المترجمين وقد ذكرت دائرة المعارف الإسلامية أن لهذا العالم الجليل غالينيوس أزيد من 120 كتابا وأخبرتنا عن سر ترجمة هذه الكتب من طرف نصارى في معظمهم لأن تعاليم الفلسفة والطب الإغريقيين سنة 500 ميلادية أصبح جزء من التعليم النصراني واستمر هذا النهج إلى حوالي 1500 ميلادية كما تخبرنا على أن حنين بن إسحاق سجل ما يناهز 123 كتابا ترجمة للغة العربية مما يعني أن هؤلاء المترجمون قاموا بإضافة شروح وتفاسير لكتب غالينيوس كما تخبرنا أن أئمة الطب المسلمون اعتمدوا اعتمادا كليا في تعليم الطب عليه أي بين قوسين غالينيوس كأمثال محمد بن زكريا الرازي وابن سينة وكثيرون غيرهم المرحلة الثانية وهي العلاقة يخبرنا ابن منظور في لسان العرب تعني الدم الجامد الغليد وبذلك فسر معظم علماء الإسلام وعلى رأسهم الطبري وهذا الدم الجامد الغليد يتكون في البداية بحسب بعض الأحاديث النبوية من ماء الرجل ولونه أبيض غليد وماء المرأة أصفر رقيق فيختلط ماء الرجل بماء المرأة حيث جاء في تفسير الطبري عن الرسول قال هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليد وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما على كان له الولد والشبيه بإذن الله انتهى الاقتباس ثم يعلق هذا الخليط في الرحم فيبدأ بالميل نحو اللون الأحمر بفعل امتصاصه لدم الرحم وخاصة دم الحيث ولهذا تنقطع العادة الشهرية عند المرأة مع بداية هذه المرحلة يعني مرحلة الحمل كما تمتص دودة العلق لدم الحيوان عندما تلتصق به أو تمتص أي دودة العلق دم المريض بالأورام الدموية كعلاج لها أي لهذه الأورام ولهذا سميت هذه المرحلة بالعلاقة وبهذا المفهوم قال العلام أنور شاه الكشميري في كتاب فايد الباري لشرح صحيح البخاري ويقدر علماء الإسلام مرحلة العلق بأربعين يوما كذلك بينما جالينيوس لا يذكر مدة الجلطة بين قوسين العلقة بحسب رأيه يمتلئ السائل المنوي بالدم مع أخذ حجم أكبر وبداية تكوين القلب والدماغ والكبد بعدها تأتي المرحلة الثالثة وتسمى بالمضغة بينما يسميها جالينيوس بالجنين ومفهوم المضغة في اللغة العربية كما جاء في لسان العرب لابن منظور القطعة من اللحم وفي التهديب المضغة من اللحم قدر ما يلقي الإنسان في فيه وفي رواية عن ابن مسعود قال أي قال الرسول بأن الله ينزل ملاكا لينفخ في هذه المضغة روحا هذا يعني أن المرحلتين النطفة والعلقة بلا روح حيث جاء في أكثر من تسعين مرجعا إسلاميا كتفسير القرطبي ثم يرسل الله الملاك فينفخ فيه الروح إلى آخره والسؤال المطروح لماذا لم ينزل الملاك المانح للروح في المرحلتين الأولى والتانية للرد على هذا السؤال انتظرونا في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر